تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والتهجير القصري واستخدام الغذاء والطاقة كأسلحة حرب دفعت وزراء من نحو 30 بلدا إلى الدعوة لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع اليوم المنطقة بتعاني من أزم كبيرة جدا وهي الهجمة البربرية على غزة وعلى أخواننا في فلسطين ضفوا غزة حتى وبالتالي لا بد من وقفة سريعة جدا أعتقد الأردن في هذا المجال كبقية الدول العربية لم تقصر لكن قدنا الانزالات الجوية لفكفكت بعض مفاصل الأزمة هناك إشارات إلى أن نسبة الذين لا يحصلون على طعام كافي تصل إلى 98% معدل استخدام الفرد الآن في قطاع غزة للمياه لتر ونصف فقط لكل الأغراض سواء كانت للاستحمام للشرب للنظافة ولغير ذلك حالة من انعدام الأمن الغذائي في غزة تفضي إلى المجاعة مجاعة تحذر منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر المنظمة للشرق الأدنى فيما تصدر انعدام الأمن الغذائي وتأثيرات التغير المناخي المحادثات فيه القضايا الرئيسية التي تشير إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة والدول الأخرى المتأثرة بالنزاعات مثل السودان واليمن وسوريا وغيرها وكذلك القضايا المتعلقة بمواجهة تحديات تغير المناخ في حالة وجود أي أزمة سواء كانت كوارث أو بيئة أو غيرها أو أزمات اقتصادية وثانيا يمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات اللازمة تسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية وتطوير نظم تحليلية لرصد الأمن الغذائي أولويات تسعى المنظمة إلى تحقيقها بعيد اختيار الأردن مركزا للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول المشرق استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة في الزراعة على طاولة ممثلي الحكومة هنا ضمن خطة التحول إلى نظم غذائية فاعلة توفر الغذاء وتسهل الحصول عليه في محاولة لمواجهة تأثير التغير المناخي والأزمات الإقليمية على الأمن الغذائي عرار شلول المشهد عمان